مرحبا بكم وكذلك يسعيدني وينشرفني أن أقتم لكم تحيات أستاذ محمد بن سيد كيتم سيدات أستاذا سجل المركز في المتاقيد السيسي هدف السعيد لتوسيع قضاء التاكرة الجمالية لبرارقة ووضع في بطنان مجالة الاتفاع عن الحق في التاكرة كالحق الكوني لكل مجموعة بشرية ولكل حساسية مجتمعية المركزية نظيم هذه الندوة حول مرس 1973 التي كانت أحداث أليمة ودمية الغاية الأساسية هي أنه الذي يدخلها في المهام المركز الذي يحب داكرة الجمعية ولم نجعله هذه الداكرة محتكرة وداكرة وحادية لازم نفتح المجال في هذه الداكرة الجمعية الجميع أحداث التي يعرفها المغرب من الاستقلال هنا والمركز يعمل كثير على هذا الباب في هذا المجال وبغينا نفتحه كذلك المركز للباحثين والمؤرخين وبالخصوص المؤرخين الشباب للبحث في هذه الفترة التي كانت فترة حاسمة في تاريخ المغرب القريب اليوم كانت داكرة ديال انتفاض الأحداث ديال ثلاثة مارس الف وتسعمية وثلاثة وسبعين اللي كانت انتفاضة كبيرة أشهداتها مناطق الأطلس وكانت انتفاضة قاموا بها المناظرين ديالي تحالي وطني القوات الشعبية وقيادات ديالحل تحالي وطني القوات الشعبية ومشملت واحد عداد ديال المناطق في الأطلس وأيضا في مدن وشاركوا فيها المئات ديالعباد الله وكانت منعرج تاريخي أساسي في مصار التاريخ السياسي ديال بلدنا محبوض منه اللي كان اللي كان احتفلو به كان مناضل اتحادي وفي الاتحادي وطني طلبات المغريب وشارك وكان من الناس العناصر الكبيرة اللي شاركت في الانتفاضة ديال ثلاثة وسبعين كان المسلح نقولها بكل وضوح وقاوم وتحاصر في أملكه وبقى كيدفع لرأسوح تمت هتستشهد وهو كيمتل واحد الجيل ديال الشابات بالمبعد لسقلال اللي دازوه من طفولة الشعبيات دازوه من الاتحادي الوطني تلالبات المغريب وكانوا كي عنده أعمال أنه يساهم في التطور وفي انعيقات هذا يعني تقل المواطن المغربي وهو العمومي للنا كلنا في ذلك الوقت كان أعتبروا كنا كان أعتبروا أن هذا الوضع القائم في ذلك الوقت لا من ناحية السيادة الوطنية كانت تسحرها محتلة وكان جيش تحرير كان حول يحرها وقام مواقع وكان الأساسي هو إتمام تحرير البلاد كان عندك سعاف واحد الوضعية كانت تسميه نواق الرصاص كان الهيمنة لأجهزات الأمن التي كانت أساساً تحارب القوات السياسية خصوصاً بعد فشل وحد عدد الناس تدروا ثقة كبيرة في الاتخابات وكانت تصور وكانت لم يتعطي تعبير على رأي المواطنين وبالتالي وقعت أن الاتحاط الوطني القوى الشعبية قرر يعمل انتفاضة مسلحة تحرير جزيز من الهيمنة والجزيز الثقية المنزل وخوصاً جزيز من المنزل إلى جزيزة المنزل ومترجم تحرير بتأمية الأحساسي وانتسبة لتحرير البلاد ومترجم تتحرير من الأساسي لتعلم أنه يكون لدينا منطقة جزيزة للتحرير والعودة ومترجم تتحرير من تحرير ومتع من التحرير بذلك نحن تتبع ويجب أن يسهل يسولوا هيئة التدري وتشايا اسم التدري. يجب أن يسولون أن يستخدم التدري والمجانات على我們 القصة التي نافذها أنها قد في بعض المعaka. لصنع البحث ناراعدة المعقبلة التي يشتركها ها مختلفة. علينا توفر الآن بل أكام خالي مالذي كلس مختلفة. يجب أن يسولون إليهم المعادرة في وسائل المعقبة من الميجرد الذي يدرن من أجل ويؤسهم ومع البابات في المدينة في مدينة الواتانية، ويقال بشيارة من النقاط الواتانية. مدينة الواتانية على المدينة في هذه المدينة خلاص يشعرون بالتعامل بالاهمة من العودة في مدينة الواتانية. ساعة من عيدة واحد من الهوية ساعة من عيدة لنباعي الأولي بجيسة تحريكا وبالقيادة المطاورة في الصلاحة الثلاثة من استعمال الطرس نجمع فرصة كل دائرة تغيير 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 ترجمة نانسي قنقر